قبل ما نروح للأهل والزمالك والسوبر والكلام اللي كل الجمهور بيحبوا دو يعني ما ينفعش يا كابتن تامل مصطفى معايا وما سألوش عن مقرون العرب ليه الحال يوصل لي كده؟ ليه مقرون العرب يهبط؟ المقرون العرب يعتبر واحد من كبار الأندية المصرية ما فيش خلافة على ده من سنين السنين فلما يهبط المقرون العرب والناس ما تحس أو يعني ما تعملش أزمة أو حي كبيرة أو المقرون العرب ده هبط فلازم نسأل ليه وصل المقرون العرب؟ النادي الوحيد الخاص اللي هو تحس أنه هو سبع عصره بكتير يعني انت عافل ما تجي تسأل على حلم النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي دلوقتي أو نادي الزمالك نفسي أنه عندنا استاد نفسي أنه عندنا مشروع استاد مختلف صح المولين عنده استاد من 79 تقريبا أو 80 يعني من حوالي تتكلم في دخل في 40 سنة تقريبا أو حاجة زي كده أكتر يعني 45 سنة يعني فأنته النهاردة يعني المولين العرب سبع عصره بكتير جدا المولين العرب طول عمره ناشئين ومختلفين المولين العرب طلع محمد صلاح وطلع عبدالسطار صابري وطلع الناني وطلع لعبة كتير جدا 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 لمتخبات مصر المولين العرب خد بطولات تالت نادي واخد بطولات جوا مصر واخد بطولات قرية كمان فالمولين مش نقصوا حاجة أنا بس عشان بعيد عن النادي الفترة اللي فاتت بقى لي فترة كبيرة بعيد عن النادي من الساعة ما بطلت كورة وأنا مشتغلتش في النادي فأنا مش عارف الكواليس أوجوه والنادي إيه لكن أنا اللي عارفه إن الماولي العرب مش نقصوا حاجة فأنا أتمنى أتمنى إن النازلة تبقى بداية لإنطلاقة مختلفة للنادي لرؤية مختلفة للنادي لأن النادي ده استحقق حاجات كتير جدا جدا مش نقصوا حاجة يعني إنت لو جينا قلنا استاد موجود ملعب فرع الفريل أول موجود فنادق موجود مش فندوق فنادق مطاعم موجود ملاعب ناشئين أربع خمس ملاعب تحت موجود كل حاجة موجودة مدربين كويسين ولاد النادي موجودين اللعيبة يعني بس أنا المشكلة فين أنا مش عارف أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن تبقى دين نقطة انطلاق النزول ده أتمنى إن شاء الله ربنا يوفق باش وانس محسن صلاحه باش وانس محمد عادل وإن شاء الله تبقى سنة مختلفة يتبني عليها بقى شكل مختلف ليه من ساعة ما سيبت الفريق كلاعب لم يعرض عليك أو لما اشتغلتش لي ولا مرة معنا ما حصلش يعني لما بطلت الكورة اشتغلت في ودي دجلة على طول مع كابتن علي بوجريشة ودكتور سيد مصطفى وباشوانس ماجد سامي بصراحة اللي بحييه جدا بصراحة الرجل ده مختلف عنده إدارة برؤية مختلفة بصراحة في الكورة كابتن علي بوجريشة بصراحة أول واحد مدي لإيده مع دكتور سيد مصطفى في قطاع الناشين في ودي دجلة بعد كده رحت الجونة بعد كده سفرت رحت مع كابتن علي نبيل أردن مع كابتن جوها ريسانة وبعدين رحت السعودية عارف ما صدفتش إنها إنها صدفت إن أنا موجود في المؤولين العرب